طائرة شحن تابعة لشركة فيديكس قامت بهبوط طراري في مطار إسطنبول بعد تعطل عجلاتها الأمامية وفقاً لوزارة النقل والبنية التحتية التركية بيان للوزارة أوضح أن الطائرة من طراز بوينغ 767 والقادمة من باريس فشلت في فتح عجلاتها الأمامية وأجبرت على القيام بهبوط طراري جعل واجهتها الأمامية بالمدرج الوزارة أضافت أنه فور إبلاغ الطائرة لبرج مراقبة مطار إسطنبول بتعطل عجلاتها الأمامية قامت فرق الإنقاذ والإطفاء بالمطار بالاستعدادات اللازمة على المدرج قبل الهبوط مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد طاقم الطائرة